مرحبا بكم متابعين الكرام في حلقة جديدة من سلسلة حلقات تعلم مهارات الصيد برعاية موقع مارين هاب بوابة كرة الالكترونية لكل ما يخص معدات الصيد والرياضات البحرية أخوكم أحمد مأمون ورحب بكم وكل عام وأنتم بألف خير ومبارك عليكم الشهر الكريم ونبدأ حلقة اليوم في موضوع متناسق مع الوقت اللي احنا فيه من السنة اللي بيكون فيه تحديات في أغلب الأماكن في الصيد لأن احنا جايين من برودة الشتاء والمية هتبدأ تدفى شوية بشوية والأسماك المهاجمة بتبقى تتحرك في أماكن مختلفة الأسماك القاعية لسه مجاش الموسم بتاعها أن احنا نقدر نركز عليها بشكل رئيسي عشان كده في الأوقات اللي زي دي أنا بحب دايماً أراجع المعدات بتاعتي وهتأكد إنها في تناسق تام عشان ده أكتر حاجة بتفرق وبتساعد فيما يخص موضوع الصيد الرياضي بالذات فالنهار ده هندي مثال بسيط ولكن أنتو تقدروا تعمموه على بقية أنواع الصيد الرياضي اللي أنتو بتستمتعوا بيها نقصد إيه بتناسق المعدات؟ يعني لما يكون فيه تحدي في الصيد زي الوقت اللي احنا فيه ده في السنة فأغلب الأماكن يعني بسبب تغيرات درجة الحرارة أنا هنا مش هروح أركز على السمكة بتعمل إيه؟ أنا هركز أكتر على المعدات بتاعتي تكون في أعلى مستوى للأداء يساعدني إن أنا حرك القطع الحديدية أو البلاستيكية دي بشكل مثالي إن أنا قدر أخدع بيه السمكة فأزود الفرص بتاعتي أنا في ظل الوقت اللي بيكون شوية الفرص فيه قليلة المثال اللي معنا النهاردة واللي أنتو هتقدروا بعد كده هتعمموه على بقية أنواع الصيد المختلفة أنا باستخدمه للكاستنج نقدر نقول من لايت لميديم إلى حد ما وهتشوفوا اللايت للميديم ده عامل إزاي عشان نفرق إن فيه كمان درجة أخف من اللي معنا النهاردة وهي الألترلايت أو اللي بيستخدموا فيها المايكرو جيجين طبعا ده للكاست يعني ممكن تستخدمه على شاطئ ممكن تستخدمه من على قارب ترمي على أسماك صغيرة أنت شايفها أو تستهدف به حرف مثلا لشعبة أو فوق مجموعة من الستراكشر سواء الصخور أو حاجة غرآنة أو غيره على أعماق قليلة شوية بسبب الأوزان اللي هنتكلم فيها وهنشوف ده كمان شوية بالنسبة لي أنا شخصيا لاستخدام الأمثل للمعدات اللي هنتكلم عنها حالا كان من على الكاياك أو قارب صغير زودياك مثلا الكاياك بالنسبة لي كان المعدات دي في قمة الراعة واليمال كنت بقدر استخدمها بحرية مع أن المعدات تعتبر في الجانب الأخف شوية لكن لما ندخل في التفاصيل هتشوفوا إزاي التناسق مع بعضه هيفرق معايا جدا وهديكم شوية نصايح لو حد قابل أي مشكلة في تحديد درجة الخيط المناسبة للستاب بتاعك وللمكان اللي انت بتصطاد فيه إمتى تعرف أن الخيط اللي انت مركبه أسمك من اللازم إيه العلامات اللي هتقابلك وإيه الخيط اللي انت مركبه يبقى ممكن يكون أنحف أو أرفع من اللازم وإمتى يكون الخيط مناسب هتشوف إيه هيديك إيه لأن الحاجات دي كلها نسبية لما بنقول الستاب ده مثلا اللي بنتكلم عليه النهاردة عبارة عن قصبة 2 متر و70 سنتي اتنين متر و40 عفواً اللور الكاستويت بتاعها من خمسة لتمنتاشر جرام وأنا ماكسموم استخدمت عليها عشرين جرام بحنية كده واللاين بيقترحوا من تمانية لستاشر البيه ده بالنسبة للقصبة بتاعتنا بغض النوضر عن الصناعات يا جماعة احنا بنتكلم على المواصفات العامة اللي تقدروا تاخدوها كجايد رئيسي وبعدين انتوا تبدعوا وتجربوا وتشوفوا إيه الأصلح بالنسبة لك لأن مش كل شيء هيبقى مناسب لكل الناس وهنتكلم عن الموضوع ده كمان شوية الماكينة اللي بستخدمها بشكل أساسي عليها هي ماكينة مقاس 3000 الاكسيلر التي سي اكس اتش من شركة دايوة كلها تقريباً تعتبر نوع الأنواع الفايبر كومبوزيت اللي هو البادي بتاعها فيه فليكس في الجسم لو تاخدوا بالكم شوفوا البعد بتاع النقطتين دول عن السبول شوفوا ازاي بيحصل فليكس انا شفت ده وانا يعني بس حب سمك كبير شوفت ده بيحصل قدام عيني ولا بلف الماكينة كده في خلال الفايت ومع ذلك هي في قمة النعومة وعمرها قابلني فيها اي مشاكل وطبعاً دي الماكينة اللي احنا معدلين عليها الجزء لو تفتكروا اللي قفلناها بسيليكون شايفين عشان نزود من قدرة الماكينة لأنها تبقى مقاومة للمية اكتر وللرذاذ اكتر وعملنا زي سيل داير ميدور بردو من السيليكون ده وده كان بسابق ان انا باستخدمها على الكياك زي ما اتفقنا وبالتالي هي معرضة اكتر انها تنزل في المية او ييجي عليها سبري من الكياك ومن الحركة ومن الموج وهكذا الخيط اللي عليها عشرة البي ولو نفتكر ان القصبة كان المقترح من تمانية لستاشر البي فعشرة البي هنا انت في السويت سفوت في الحتة الحلوة قوي تمانية هيبقى خفة حاجة بالنسبة للقصبة انا طلعت شوية عنها عشرة ويعتبر ده اتقى الخيط حطيته على الماكينة دي او على السيتاب ده بشكل عام اللي هو العشرة البي لكن المثالي بالنسبة لي كان التمانية ويمكن اللي كان فيه شوية صعوبات هو الستة البي وده كنت بستخدمه وانا بستطبني على السيف في الخليج بشكل اساسي لان هناك بنستخدم طعوم صغيرة جدا بتحقق نتاية كبيرة يعني ما تستقلش بجج عشرة خمستاشر جرام اقل من عقلتين من سبعة ممكن تطلع عليه سمكة سبيطي بتتكلم في سبعة و تمانية كيلو ما شاء الله فما تستقلش بالحاجات الصغيرة دي طيب السيدة ابن اللي حمش الرحمة ديها مجرد مثال انت ممكن لو استخدمته بناء على طريقة راميك وطريقة سحبك ومدى حساسيتك ممكن تحس ان الخط ده نحيف زيادة عن اللزوم رفيع زيادة عن اللزوم طيب ايه العلامات اللي انت تحس بيها ان الخط اللي انت بستخدمه مش مناسب لك انت كصياد الاول قبل ما نفكر في البيئة لان مهما كان مهما عملت حساب البيئة مهم ان انا كمان يبقى في الحسبان عندي الاولوية الشخصية بتاعتي وراحتي فتكروا ان الصيد يا جماعة هو رياضة ولكن بشكل ما كل واحد فينا بيكتب القواعد بتاعته كل مرة بيطلع يصطاد بما انه بيجرب اشياء مناسبة لشخصيته لطريقة صيده اكتر العلامات اللي انت قدر تلاحظها اللي تديك دليل ان الخيط اللي انت بستخدمه رفيع عليك على طريقة استخدامك على اسلوبك على حساسية ايدك على البيئة اللي انت فيها هتكون رقم واحد تلاقي انه وانت بتعمل الكاست ممكن اللور يقطع يقطع الخيط ويطير في السماء مع السلامة ما شفتوش تاني وانت بترمي لسه ده ممكن يكون له علاقة باكتر من حاجة واحد نوع الخيط نفسه اتنين مهم تتأكد ان الجايد زي الحلقات بتاع القصبة في حالة ممتازة تلاتة الطريقة اللي انت بترمي بيها في بعض الاحيان ممكن تكون مش متناسبة مع الخيط النحيف اللي انت بستخدمه وبالتالي هتلاقي ان بيحصل بشكل مستمر ان بيحصل قطع وانت بترمي بترمي تلاقي البريد فرقع او قطع بيعمل صوت زي رصاص صغيرة وتلاقي اللور او الجيج بتاعك اختفى دي على علامة رقم واحد ان الخيط بتاعك اقل مما هو يناسبك او مما يناسب بقية السيتاب بتاعك رقم اتنين وانت بتعمل صد هوك انت رميت وحركت الجيج او حركت اللور بشكل مناسب جالك السترايك والسمكة ضربت بتصد هوك وانت بتدرب السمكة تتأكد ان خلاص الهوك بقى مكان وظبوط عشان تبدأ الفايت يقطع الخيط على طول مش بيديك مسافة مثلا لا على طول بيقطع ساعة سيتنج دهوك دي كمان علامة ان الخيط ده ممكن يكون انحف من اللي انت محتاجه او انك محتاج تزود سنك الليدر شوية عشان يديك شوية ستريتش او تنقل من فلورو كربون لنايلون هيساعدك اكتر مع ان اغلب انواع الفلورو كربون دلوقتي بقت كويسة في موضوع الستريتش العلامة اللي بعد كده انك تحس انك بترمي بعيد يعني الرمي بتاعك كويس بترمي مسافة بعيدة لكن غير دقيق يعني انا عايز اثبت مثلا شايف على بعد 30 متر في مكان غامق في المياه وبالتالي فيه structure او شعبة هنا فانا عايز ارمي اللور بتاعي فوقيها بالضبط فانا برمي بعيد احس ان انا برمي بعيد لكن مش قادر استهدف نفس المكان في كل مرة اوكي طبعا دا بيبقى اصعب شوية باللسپننج البيتكاسترز بيبقى اسهل شوية في الموضوع دا لانك بتعمل ثامبنج للسبول فتبدأ تبطق الخط بتاعك لكن كمان فيه طرق هنا لكن بشكل عام من غير ما انت تبطق الخط بايدك تحس ان فيه مسافة بتيجي معك في الرمي لكن الدقة مش موجودة ودي كمان علامة على ان خطك انحف من اللازم او ارفع من اللازم كمان لو لاحظت ان بيقطع معاك في اول عشر العشرين ثانية من الفايت يعي درب معاك سمكة حجمها كويس بدأت تجري في اول من عشر العشرين ثانية على طول بتقطع وده غالبا لو انت بتستطفي مناطق قريبة من الصخور ودي كمان هتبقى علامة لو لاحظت ان القطع على طول بيحصل بالطريقة دي معانا ان انا بحقق استرايك كويس السمكة بتاكل معايا وبعدين بسدهوك ممتاز وبعدين السمكة بتقطع بعد وقت قليل من عشر عشرين ثانية دوت تلحق توصل للصخر فالخيط بتاعي مش قوي كفاية مع السيتب ان هو يرفعها من الصخور او انه يتحمل احتكاك هذه الصخور فدي كمان اخر علامة معانا ان الخيط بتاعك انحف من اللازم الهدف من اللي احب يقوله ده ان انت تقدر بالتجربة توصل لمقاس الخيط الممتاز بالنسبالك وبالنسبة للبيئة في الحلقة دي احنا اتكلمنا على العلامات اللي لو خدت بالك منها هتعرف ان الخيط بتاعك انحف من اللازم ومحتاج تزود سمكه الحلقة الجاية هقولك على العلامات اللي لو لقيتها تعرف ان الخيط بتاعك سمكه اعلى من اللازم وممكن ده يكون مؤثر على الاسترايك ريت بتاعك السمك مبياكلش معاك للدرجة وبالتالي تعرفهم عشان بعد كده تقدر تختار السيتب او المقاس المضبوط للخيط فيما يتناسق مع بقية المنظومة عشان تحقق نتايج صيد افضل وهنقول كمان في الحلقة الجاية لو الخيط بتاعك مثالي مع المنظومة اللي انت هتشوفه هتحسه كصياد شكرا للمتابعة كل عام وانتون بخير اشوفكم في حلقة الاسبوع القادم